طيب نحنا وصلنا لعند السلايد رقم 6 اللي هي إيش هما خطوات حل المسألة إذا بدك تعمل حل لأي مسألة أو لبروبلم بروغرام يعني ديفلوبمن سايكل اللي هما فور يعني 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 ستيبس اللي هما بروبلم يعني ديفينيشن بروبلم أناليسيز ألغريثم ديزاين and ربريزنتيشن وأخيراً كودينج and debugينج هذو هما أربع خطوات لابد إن نمر فيهم عشان نعمل تطوير لبروغرام إني أعمل كتابي لبرنامج أو إني أعمل تطوير لبرنامج اللي هما بروبلم يديفينيشن بروبلم أناليسيز ألغريثم ديزاين and ربريزنتيشن وأخيراً كودينج and debugينج هذو اللي هما يعني الستيبس فور بروغرام ديفلوبمن سايكل رح نبدأ الآن بأول مرحلة اللي هي البروبلم ديفينيشن بروبلم ديفينيشن معناها تعريف المسألة أو تعريف المشكلة بدك تعرف المسألة أو تعرف المشكلة تماماً بما أنك أنت الآن بروغرامر أو أنت الآن مبرمج أو ديفلوبار داخل مؤسسة ومدير الشركة بحكي لك نحن بدنا نعمل برنامج يساعدنا مثلاً في عمل أشياء معينة بدنا نطول برنامج بدنا نعمل برنامج فإنت الآن قبل ما تبلش بكتابة الكود قبل ما تكتب كود بأي لغة برمجة بدك تمر في عدة مراحل عشان تعمل تطوير للبرنامج أو عشان تكتب هذا البرنامج أول مرحلة اللي هي البروبلم ديفينيشن اللي هي تعريف المسألة بدك تحدد شو هي المشكلة تماماً إيش هي المشكلة تماماً الآن إيش هو السؤال بدك تحدد فيها المسألة تماماً إيش هي المشكلة يعني مدير الشركة ممكن مثلاً يحكي لك إنه نظام المالي اللي عندنا في الشركة نظام بطيء في عليه مشاكل كتيرة فبالتالي نحن الآن بدنا حل لهاي المشكلة فبطلب منك إنك تكتب برنامج بطلب منك إنك إنت تكتب برنامج فبالتالي أول إشي إنت الآن بدك تحدد إيش هو لكوشم إيش هي لبروبلم منها الآن بتبع What are the inputs بدنا نحدد إيش هما المدخلات إيش هي الإنبوت طبعاً الإنبوت للبرنامج أو الإنبوت للسيستم لأنك إنت الآن بدك تكتب برنامج بدك تعمل تطوير لبرنامج فبالتالي بدك تحدد شو هما الإنبوت إيش هما المدخلات What are the output requirements إيش هما الإنبوت إيش هي المخرجات إيش هي المخرجات والمخرجات إيش رح يطلب إيش رح تكون إلها متطلبات اللي هي الـ requirement This can often be accomplished simply by ممكن الآن أنا أمثل أو أعبر عن problem definition بالخطوات التالية أول إشيه interviewing يكون أكيد جزء من اليوزرز لأن اليوزرز رح يشمل رح يشمل الـ customers رح يشمل الـ employees رح يشمل الـ managers ورح يشمل الـ suppliers أي واحد بتعمل مع السيستم نحن مطلوب نعمل معه interview نعمل معه interview مقابلة إيش رح يصير فيها رح نصير نسأله أنت يا يوزر شو متوقع من السيستم شو متوقع من البرنامج إيش يعمل لك شو بدك شاشات إيش بدك features إيش بدك صفات فيه نفس الشيء الآن أنا طبعا هاي الـ interview بعملها مع أي يوزر مع أي يوزر مع أي expected يوزر للسيستم سواء كان customer سواء كان employee أو سواء كان manager لأنه أكيد المانيجر رح يكون إلو متطلبات ورح يكون إلو توقعات بالسيستم غير توقعات الموظف العادي بتطلب أشياء معينة تكون موجودة في البرنامج تكون موجودة في السيستم لكن المانيجر بتطلب أشياء أخرى والكستمر مهم جدا إني أسألوا أنا الآن إنت شو الشيء يجبها بالسيستم عشان أخذ فكرة عامة إنه الناس اللي بتعاملوا مع السيستم شو بتطلبوا منه أو شو بتوقعوا منه بحيث أنا كبروغرامر إني أربيلهم هذا الشيء وأعملهم برنامج أو أعملهم سيستم يلبيلهم كل متطلباتهم في بالتالي أول نقطة الآن اللي هي interview طبعا الـ interview قد تكون قد تعمل إنت لان استبيان قد تعمل استبيان ويتقوم بتوزيعه على اليوزرز اللي هما زي ما حكينا الـ customer والـ employees والـ manager يعني استبيان شو بدكم input شو أنت الآن بدك تدخل للسيستم شو متوقع منه output شو بدك شاشات شو بدك تقارير شو بدك يعني reports إلى آخره الآن هاي الـ interview بعد ما تنهيها تنتقل الآن للنقطة الثانية طبعا راح تاخد ما بعرف البعض منكم اشتخصصه لكن البعض منكم راح ياخذ مساق الـ system analysis تحليل النظم بالـ system analysis راح تاخدوا موضوع الـ interview بتفاصيل كيف أنك تعمل يعني مقابلة وكيف الآن اليوزر تفهم منه شو بده من السيستم سواء راح تاخذوها في مساق system software عفوا system analysis وبعض الطلاب كمان راح ياخذها في مساق software engineering في مساق يعني هندسة البرمجيات الآن النقطة الثانية studying the standard operating procedures اللي هي scenarios بدك الآن تدرس كل السيناريوهات بدك تدرس كل السيناريوهات طيب الآن إيش هي كلمة scenario scenario أنت الآن لما تسمع كلمة يعني شو scenario إيش أول إش بتطرق لبالك من يحكي لي النص أو الإخراج القصة تبع أها تحكي عن نص أو إخراج مثلا لفيلم أو لمسلسل صح تسلسل أحداث تسلسل أحداث أحسنت تسلسل أحداث أنت الآن لما تحكي أنه في سيناريو لفيلم معين هذا السيناريو مثلا في نقطة معينة مثلا البطل مات أو البطل أصيب السيناريو بتغير وطبعا مين الآن بكتب السيناريو البخرج الآن نفس الشي لما نحكي على تطوير البرامج لما تحكي على تطوير البرنامج أنت الآن لما بدك تكتب برنامج أو بدك تعمل سيستم أنت الآن بدك تتوقع كل السيناريو هات يعني أنت الآن سيستم رح ياخذ input البرنامج تبعك رح ياخذ input ورح يعمل معالج لهي ال input ورح يعطيك output بدك أنت الآن تتوقع أن اليوزر يدخل لك input صحيحة وبدك تتوقع أن اليوزر يدخل لك input خطأ يعني مثلا أنت الآن لما تحكي لي إذا أنا الآن بدي أعمل برنامج مثلا يقرأ ثلاث أرقام ويطلع الأفرج لألهم بدي برنامج يقرأ ثلاث أرقام ويطلع الأفرج لألهم فإنت الآن بتقرأ أول رقم وبتقرأ الرقم الثاني وبتقرأ الرقم الثالث ثلاث أرقام مثلا دخل اليوزر أول رقم مثلا خمسة الرقم الثاني دخله ستة الرقم الثالث دخله عشرة فالآن برنامج إيش بدو يعمل بدو يعمل جمع لألهم وبدو يطلع الأفرج لألهم فبيجمع الخمسة زائد ستة زائد عشرة وهي 5 plus 6 plus 10 وبتقسم هذا الإشي على عددهم اللي هو على ثلاثة فبيطلع عندك نتيجة اللي هي 5 زائد 6 11 زائد 10 21 على ثلاثة بيطلع عندنا سبعة أوكي طيب الآن أفرض أنه اليوزر دخل لك بيانات غريبة عجيبة يعني مثلا اليوزر يدخل لك أرقام بالسالب مثلا مشكلة ممكن تتطلع عندك إذا أنت بتقسم على رقم بالزيرو مثلا إذا أنت قسمت 5 على 0 هاي بالكمبيوتر بيعطيك عليها error فبالتالي إن إحنا الآن لما نعمل كتابة البرنامج أو أنا الآن بد أكتب برنامج لابد أني أخذ كل الحالات أن اليوزر إذا دخل data التالية دخل البيانات التالية شو ممكن البرنامج تبعي يعمل ويعطي output إذا اليوزر دخل بيانات غلط دخل بيانات غلط السيستم تاعي الآن إيش مطلوب يتصرف مطلوب إنه ينتبه على إنه صار خطأ في إدخال البيانات ويحكي لليوزر هاي بيانات مدخل خطأ من فضلك أعيد إدخالها يعني مثلا الآن أي طال اللي بدخل على الجامعة مثلا بيتم إدخال معدله بالتوجيهي معدله بالتوجيهي الآن أكيد معدله بالتوجيهي رح يكون موجب ما رح يكون سالب أكيد الآن أفرض إنه مدخل البيانات أو حتى الطالب نفسه أخطأ بالإدخال دخل مثلا على معدله سبعين بالتوجيهي دخل سالب سبعين مثلا هاي سالب سبعين كرقم بالكمبيوتر رح تكون مقبولة لكن سالب سبعين كمعدل مش مقبول نهائيا في بالتالي أنا مطلوب السيستم تبعي أو مطلوب البروغرم تبعي ينتبه إنه لو صار سيناريو لو صار سيناريو إنه اليوزر دخل data غلط دخل input خلط أنا مطلوب البرنامج تبعي ينتبه لهي الشغلة مطلوب ينتبه لهي الشغلة وما يتقبلها لا يعطي رسالة إنه إنت دخلت بيانات غلط من فضلك قعد إدخالها في بالتالي هنا مطلوب نحن نعالج كل السيناريوهات كل السيناريوهات قد ما بتقدر مطلوب عالج يعني السيناريوهات بحيث البرنامج تبعي يكون برنامج قوي ويغطي كل يعني كل الحالات سواء اليوزر دخل بيانات صح أو دخل بيانات خطأ أو مثلا صار sequence معين بالأحداث إيش رح يصير عندك بالأخير فأنا مطلوب إني أدرس كل السيناريوهات حدا أصبعك أنه عنده السؤال آه يا وسيم تفضل دكتوري أعطيك العافية حياك الله يا وسيم الله يا عافية دكتوري بلي غلبك بقرانك والصح نعم صحيح أي ساعة على الساعة السبعة موديل واحد واثنين عفوا بقول شابتر الأول والثاني طبك الأول آه وحكيت عنه أنا في بداية المحاضرة يا بسيم كانك جاي متأخر أنا دخلت متأخر شوية أوكي ما في مشكلة بسيم ما في إشكالية يا تكرافي أوكي فإذن يا شباب مثل ما حكينا السيناريوهات مطلوب نحن ندرس كل السيناريوهات وإني أعالجهم واحد وواحد إني أعالجهم واحد وواحد لأنه إذا أنا ما عالجتهم من هنا بيصير إدخال البيانات والبرنامج تبعي ما بتوقع هذا السيناريو فبتوصل لنتائج غريبة عجيبة ممكن إنه حتى السيستم تبعك يتعطل إنه يصير مثلا عندك سنتاكس هذا الشيء مطلوب ما يصير ما يصير آخر إشي الآن بعد ما عملنا انتو ريفيوين وبعد ما درسنا درسنا كل اللي هساني ريوهات الآن ليرنينج فرام سيمرالي بروغرامز ممكن إنتي الآن تتعلم من حالات سابقة ممكن تتعلم من حالات سابقة مثال كمثال على ذلك مثال على ذلك الآن بدنا نكتب برنامج يحدد عدد مرات تكرار اسم من ضمن قائمة اسماء بكرر بدنا نكتب برنامج نحدد عدد مرات تكرار اسم من قائمة اسماء يعني بدي يكون عندك قائمة من اسماء اللي هي list of names قائمة اسماء بدي تكون عندك قائمة اسماء إيش المطوب منك المطوب منك determine the number of times a name occur بدي أحدد عدد مرات تكرار اسم من ضمن قائمة اسماء هاي تعتبر problem هاي تعتبر problem هاي تعتبر مسألة طبعا هاي المسألة بسيطة هاي المسألة بسيطة لأنك انت في البرمجة بتبلش بحل مسائل بسيطة بعدها كالآن بتبلش بحل مسائل كبيرة بعد فترة بتصير عندك خبرة وعندك قوة فإن شاء الله بتكون شغال بشركة فمدير الشركة بيعطيك إنك تبني نظام إنك تبني نظام والنظام رح يكون في functions كتير ورح تكون في مسائل كتيرة واذكروا المبدأ اللي نحنا حكينا divide and conquer لما تكون عندك مسألة كبيرة الأنسب إنك تقسمها لمسائل أصغر والمسألة الصغيرة أقسمها لمسائل أصغر بحيث يصير عندك مسائل صغيرة جدا بعدها كتبلش بحلهم وحدة وحدة وتجمع الحل مع بعض البعض تانو يصير عندك حل المسألة الرئيسية الآن نحنا هون عندنا problem بسيطة إنه أنا بدأكتب برنامج متل ما حكينا أدور عفوا أعد تكرار اسم من ضمن قائمة أسماء هاي عبارة عن عن إيش problem الآن من ناحية problem definition أنا مطوب إني أفهم المسألة تماما طبعا معروف فهمك للسؤال نصف الإجابة هذا الشيء حتى بالامتحان مطوب تفهم السؤال عشان تقدر تحله حل سليم الآن هاي عندنا problem مطوب نحنا الآن نفهمها بعد هيك الآن خلينا نحدد إيش هي الإنبوت برأيكم الآن إيش هي الإنبوت راح تكون عندنا هون قائمة الأسماء قائمة الأسماء تمام list of names قائمة الأسماء طيب كمان قائمة الأسماء هذا الإنبوت تمام كمان الرقم نحنا هنا ما جبنا سيرة الرقم نهائيا الرقم هذا مش إنبوت راح يكون يا مجد ويا أمين أنا أنا بالبرنامج بدو حدد الرقم اللي هو عدد مرات تكرار اسم من قبل قائمة أسماء ولا عددهم يا أمين دكتور دكتور كمان الاسم اللي بدنا نطلع كم مرات تكرر بالضبط بالضبط كمان الآن إنبوت التاني اللي هو النام اللي أنا بدأ أبحث عنه النام اللي أنا بدأ أبحث عنه يعني مطوب يكون عندي two input مطوب يكون عندي مدخلين مدخل الأول هي list of names اللي هي قائمة قائمة الأسماء اللي أنا بدأ أدور بداخلها الـ input التاني اللي هو النام اللي هو اسم اللي أنا بدأ أدور عنه الاسم اللي أنا بدأ أدور عنه طيب هدو هم two inputs هدو هم two inputs الآن إيش هو الـ output إيش هو المخرجات الـ number عدد تكرار عدد تكرار التكرار عدد تكرار الاسم تمام اللي هو number of times a name occur اللي هو هذا يعني عدد مرات تكرار الاسم هذا هو الـ output أوكي طيب خلينا الآن ننتقل لمرحلة التانية مرحلة الـ problem analysis هيك نحن الآن خلصنا مرحلة الـ problem definition الآن بالـ problem analysis بالـ problem analysis بدني نعمل تحليل للمسألة بدي أعمل تحليل للمسألة understand the problem clearly and break it down into smaller problems هون الآن بدنا كمان نفهم المسألة بشكل كامل وبدي أقسمها إلى مسائل أصغر بدي أقسمها إلى مسائل أصغر إذا المسألة كانت عندك كبيرة الأنسب أنك تقسمها لمسائل أصغر وإذا عندك المسألة كانت بسيطة زي المثال السابق ما في داعي طبعا أني أقسمها لمسائل أصغر example الآن أول شيء ممكن أن أحدد بالـ problem analysis اللي هي الـ input نحدد الـ input تماما input to the program إيش راح تكون عندك مدخلات في مثالنا في مثالنا the data you have to work with طبعا أكيد هاي هي الـ data اللي انت راح نتعمل معها في مثالنا راح يكون عندنا two inputs اللي هما list of names وname to look for هذي لهم two inputs مطلوب نحنا نقوم بتحديدهم قائمة الأسماء والاسم اللي نحنا راح نبحث عنه كمان مطلوب نحدد الـ output مطلوب أحدد المخرجات output of the program the desired results إيش راح يعطيك البرنامج نتائج إيش راح يعطيك نتائج في مثالنا نحنا number of times the name occur in the list اللي هو عدد مرات تكرار الاسم ضمن قائمة الأسماء إنو الاسم تكرر أكم مرة أوكي والنقطة الأخيرة بالاناليسيز مطلوب نحدد إيش هي الـ processing إيش هي المعالجة الـ processing the procedure to convert input data into the desired results اللي هي search through the names search through the names some problems might require additional requirements or constraints on the solution الآن بعض المسائل قد تحتاج منك requirement أخرى أو قيود أخرى طبعا حسب المسألة اللي عندك لكن الآن بالاناليسيز مهم جدا نتحدد عندك ثلاث أشياء الـ input والـ process والـ output هاي الآن في مرحلة الـ analysis بعد ما نخلص الـ analysis رح ننتقل طوالي للخطوة الثالثة بعد ما كملنا يعني الـ problem definition والـ problem analysis رح ننتقل للخطوة الثالثة اللي هي algorithmia design and representation إنك تمثل الخوارزمية إنك تمثل الخوارزمية أو إنك تكتب الخوارزمية الآن an algorithm إيش هي إيش تعريف الخوارزمية and algorithm is a description of how to perform a certain task it is a logical sequence of executable and computational finite set of steps or instructions to achieve specified goals هاذا هو الآن تعريف الـ algorithm تعريف الأول هو description of how to perform a certain task هي عبارة عن وصف آلية عمل شيء معين أو تعريف آخر logical sequence of executable and computational finite set of steps or instructions هي عبارة عن مجموعة من الخطوات من الخطوات المنطقية تؤدي إلى هدف معين طبعا هي عبارة عن مجموعة من الخطوات المنطقية طبعا finite set لابد تكون خطوات محدودة يعني كخلاصة هي عبارة عن خطوة تلوى الخطوة لحل المسألة هذا هو تعريف الالغوريثم هي عبارة خطوة تلوى الخطوة من أجل حل المسألة هذا هو الالغوريثم طبعا هذا الشيء سواء كان بالكمبيوتر أو سواء كان في يعني يعني مش بالكمبيوتر أنت لا لما تكون عندك مشكلة معينة أنت بصير بتفكر شو في عندك خطوات منطقية ممكن تمشي فيها لحل هاي هاي المشكلة يعني مثلا مثلا ممكن يكون عندك يعني امتحان امتحان راح يكون ممكن يكون للبعض عبارة عن بروبلم فإنت الآن بدك تضع الالغوريثم بدك تضع حل هاي المشكلة في عندك الآن امتحان ايش راح تسوي راح تحكي راح يصير أدرس كل يوم ساعة أو راح يصير أدرس كل يوم ساعتين وقبل ما يصير موعد الامتحان بدك يعمل مراجعة للماذي كاملة فإنت الآن وضعت الالغوريثم وضعت خوارزمية عشان تعمل حل لهذه المسألة الآن مسألة أخرى مثلا مثلا والدك حكى لك روح يشتري خبز مثلا مش هلا أكيد يعني لما الحظر يعني هذا ينتهي أنت الآن يعني فورا بتصرف بطريقة يعني مباشرة بتلبس ملابسك بتأخذ مصاري بتطلع عند المخبز بتقوم بشراء الخبز وبترجع البيت هاي أنت اللي وضعت الالغوريثم والالغوريثم موجودة عندك مباشرة ما فكرت فيه أبدا لأنك هذا الشيء أنت بتقوم فيه بشكل متكرر تخيل أنك الآن أنت رحت على المخبز مثلا ما معك مصاري مش حامل ولا قرش بتروح عند المخبز بتوصي على دينار أو عنص دينار بتحط إيدك بجيبتك أوبس ما في معي ولا قرش فتخجل من حالك وبترجع فلاحظ معي أنت لابد أنك تكون مرأة في مجموعة خطوات أنت حدد في بالك مجموعة خطوات لابد أنك تمشي فيهم عشان تعمل لحل لهذه المسألة حتى لو المسألة كانت طبعا قد تكون مسألة بسيطة جدا وقد تكون مسألة ضخمة جدا الآن الخورزمية لها مجموعة يعني هذه الصفات لها مجموعة صفات الخورزمية لابد أنها تنتهي لابد أنها تنتهي يعني أنت بدك تحدد نقطة البداية لإلها وتحدد نقطة النهاية لأن البعض بكتب برنامج أو البعض بعمل الآلغورثم فيها بداية بس وين النهاية لإلها مش موجودة فهي مشكلة كبيرة أنت لابد لما تكتب أي الآلغورثم تحدد إلها نقطة نهاية تحدد إلها نقطة نهاية لأنه لابد إنها تنتهي مش تظلها الآلغورثم بتدور يعني كأنك بتدور في مكانك أو بتدور في دائرة لا لابد يكون إلها نقطة نهاية لابد تكون كل خطوة في الخوارزمية موصوفة بدقة وبشكل واضح تكون الخطوة واضحة يعني بالخوارزمية مش تكون الخطوة غامضة تكون عندك ستب غامضة فيها غموض لا لابد تكون واضحة An algorithm must have non ambiguous step لابد تكون خطوات الخوارزمية واضحة وما فيها إشي غامض ما فيها إشي غامض ambiguous معناها غامض فنان ambiguous يعني شيء غير غامض لابد تكون كل خطوات ها واضحة ما فيها ولا خطوة غامضة every step is simple enough so that it can perform in a reasonable amount of time لابد تكون كل خطوة من خطوات الخوارزمية تتنفذ خلال وقت معقول أو خلال وقت مقبول لابد أنه كل خطوة من خطوات الخوارزمية أنها تتنفذ خلال وقت مقبول طبعا هذا الشيء الآن برجع لكفاءة الشخص لوضع الخوارزمية ممكن واحد الآن يضع خوارزمية لحل مسألة تكون طويلة إلى حد ما وكل خطوة تأخذ وقت طويل ممكن شخص آخر يضع خوارزمية تكون تأخذ وقت قصير فبالتالي نحن المهم جدا أنه لما نضع أي خوارزمية تأخذ خطوات الخطوات للالغوريثم تكون محددة وما تأخذ وقت طويل طبعا كل ما صار عندك خبرة أكتر كل ما بتقدر أنت تضع خوارزمية واضحة وخطوات ها كمان تتم تنفيذها خلال وقت بحدود آخر إشي أن algorithm produce an output لابد أن الخوارزمية بتعطيك output بتعطيك output هذا الإشي جدا مهم يعني لحد الآن طلاب كمبيوتر سنة ثالثة أو رابعة البعض فيهم بكتب برنامج آخر إشي ما في output آخر إشي ما بيعطيك output طب إنت لإيش كاتب البرنامج ليش كاتب عشان يعطيني output إذا إذا البرنامج ما عطانا output إنت ليش بتغلب حالك حطي لي input وحطي لي معالجة وكاتب لي functions و procedures وعمل call إلى آخره وبحدين البرنامج دفعك ما عطانا output فإذن لابد الخوارزمية إش تعطينا لابد إن تعطينا output طبعا هذا الشيء إنه بما إنها لابد إنها تنتهي فقبل ما تنتهي لابد إنها تعطينا output هذل هما مجموعة خطوات الخوارزمية الآن السلايد اللي بعده كمان رح يحكي عن algorithm أظن فيه تعريف تاني لإلها algorithm express the solution step by step إنك تعمل وصف للحل خطوة تلوى الخطوة خطوة تلوى الخطوة لا ممكن يا شباب أعبر عن الألغوريثم بتلت أشياء ممكن أعبر عن الألغوريثم in human language ممكن أعبر عنها بلغة الإنسان بلغة الإنسان ممكن أعبر عنها بطريقة أخرى هاي نقطة الأولى human نقطة الثانية graphical representation flow chart عن طريق أشكال رسومية اللي هي flow chart ممكن أعبر عن الألغوريثم بال flow chart ممكن أعبر عنها طريقة ثالثة اللي هي say the code اللي هي say the code something in between human and programming language say the code هو هي عبارة عن code وصيط ما بين لغة اللغة الإنسان وما بين لغة البرمجة فبالتالي أنا ممكن أعبر عن الآلغوريثم عن الخوارزمية بثلاث طرق أولا بلغة الإنسان ثانيا flow chart ثالثا say the code أوكي الآن رح نحن ناخذ الطريقة الأولى ممكن أعبر عن الآلغوريثم باللي يعني بالإيش human language express the solution step by step using the spoken language إنك توصف خطوات حل المسألة عن طريق لغة لغة الإنسان just like telling a story كيف أنت لا لما تحكي قصة باللغة العربية ولا بتحكي باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية نفس الشيء الآن أنا ممكن أعبر عن الآلغوريثم عن طريق لغتنا الآن نرجع لسؤالنا السابق أوكي طيب الآن كيف human language كأكزامبل كيف أنا الآن بدي أضع الآلغوريثم أعبر عن خطوات حل المسألة بالهيومن language ده المسألة السابقة والمسألة السابقة اللي هي حكينا عنها اللي هي هيا هون create a program that will determine the number of times a name occurs in a list of names هاي هي عبارة عن problem أنا الآن بدي أكتب الآلغوريثم عشان أحل هاي المسألة طبعا كيف أول طريقة اللي هي spoken language إني أكتب إني أضع الآلغوريثم بل يعني شو spoken language أولا get the list of names إنك تأخذ قائمة الأسماء تانيا get the name to look for اللي هو والkey name اللي هو تأخذ الاسم اللي بدك تبحث عنه نقطة ثلاثة compare the key name to each one in the list if if equal add one to the count إني أقارن الاسم اللي أنا بدول عليه بمع كل اسم بال list of names إذا لقيته بزيد الكاونتر واحد كل ما ألاقي بزيد الكاونتر واحد وأربعة output the result أربعة output the result طبعا أكيد الآن الخطوة رقم ثلاثة هاي رح تكون خطوة يعني طويلة هاي رح تكون خطوة رح تأخذ معنا كتير وقت